سلامة مرحبا بكم في قناة عائلة فاطمة او منظر الفيديو بتاعنا اليوم نعملو جاتو بريستيج عنا القالب هذا سيليكون سبقوا اني وريتوكم في المشترين نحتاج وصوص انواع بتاع الشوكولاتة اخديت شوكولاتة بيضة كما تشوفوا ذاوبناها لحمام مائي ومن بعد ناخدو الفورشيت ونعملو خطوط عشوائية كما تشاهدو في الفيديو نفس الطريقة نعملو بهاك عبر الشوكولاتة تنخليكم الرابط في صندوق الوصف ولا الفوق ولا ترجعوا تكتبوا عائلة فاطمة ومنظرتها يطلعوا الشوكولاتة تتطلع لكم الفيديوهات اللي عملتها مع الشوكولاتة لهنايك بش نكمل نعبي الفراغات لكل بصفة عشوائية من بعد بش نضاء بعد ما يبردو نحطهم في الزلاجة نحط الشوكولاتة النوار نذوبها لحمام مائي ومن بعد نعبي بقيت القالب متاع السيليكون نعود للعملية هذي مرة ولا مرتين لان تحصل على طبقة السميكة يعني الطبقة خشينة باش من بعد كي نعود نعبيها ونفرغ القالب متاع ما تكسرش الشوكولاتة كين وصلتو لهنايك ما تستوش تعملو اشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر لهنايك نكمل نعبيهم الكل نفس الطريقة نعبي دماء الزاوية الفراغة كي ما تشوفوا عملية سهلة كي ما عملناك عبر الشوكولاتة نفس الطريقة وانتو ما تختاروا الموديل والمو اللي عندكم نحاول نعبي الفراغات لكل من بعد نحوطهم بفردوق في الفريجيدين منخليهم مش باشا جويسة شوية لهناي باش نحاضر الجنواز متاع انتو ما تناجموا تستعملوا البيسكويت الجنواز انتو ما وشنوا تحبو نحنا اليوم باش نستعملوا الجنواز وانتو ما تكون بحرارة الغرفة لهناي انا ما حاطيتش الخميرة حبيتها تكون جويدة عالاخر كي ما تتعصب لي انتو ما لازمكم تحطوا فيها مغرفة صغيرة بتاع خميرة باش تحصلوا عن الجاتو هنا عندي السكر هذي المغرفة لولا وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة الخامسة خمسة مغرف ومعاهم رشة الملح مش خلط المبعضه هنا بش نزيد الحليب وبش نزيد الزيت دي رشة الملح وعندي بردين عملت عسرق انتو ما تحطوا الفانية تحطوا اي نكهة تحبوا عليه خلط المكونات انتعي بالقديم 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 للجينس ومن بعد نزيد الحليب ونزيد الزيت ماذا بكم بك تفاقسوا كعبة لعبة وتعطوا مع السكر دي ركت في صافيصة خلطوا باش السكر انتعنا ما يتحجر ويفاز دينا العظم هنا نخلط هالكل ما نستحقوش بطير خاطل كمية اللي عندي كمية صغيرة في صافيصة اطلعلي بالخلط اليدوي كما عندكم بشذاكة تنجموا تستعملوا الفورشيتة بعد ما تجاي نسولي المكونات الكل طاوكا باش نزيد الحليب دي ما نستعمل نفس المغارفة اللي استعملتها من لوقن هني هذين مغارفة لولا تكون لازمها معابية وهذه الثانية وهذه الثالثة اربعة مغارف طاوكا وصلنا وهذه الخامسة عملنا الكعب عظام وخمسة مغارف سكر وخمسة مغارف فحجيب ورشة ملح وعرص او عصر برق دي انتو ما تنجموا تعملوا السكر فاني تعملوا القولي تحبوا عليه هني بش كامل الخالط بقيت المكونات متاعي وبش نزيد الزيت وكيف كيف بش نزيد الفارينة في الوقت هذي لازم نحضر نكون المول بش نطيب فيه ونحضر الفور على مية وستين درجة هني بش نحضر الزيت فريسك ثلاثة مغارف هذه مغارفة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة قد الحليب قد الخمسة ستة ستة مغارف زيت حطين الفيديو هذي عملتوا عنده مدة طويلة في بيلي هبطو يخير نلقيه موجود في التليفون مهبطوش دونك قاررت بش نعمللو المونتاج ونهبطو لاني خالة تبقيت المكونات لكل الجينس وبالجدي بالجدي وندخل الزيت في الخالي تمتاعي من بعد بش نزيد الفارينة او الخميرة هذي المغارفة الأولى ودي من اكد لكم نفس المغارفة التي تستعملوها هي بيدها هذيها الثانية ثالثة وكل ما نحط شوية فارينة لازم نخلطه بش فارينة ما تكابرش وتكون فارينة منفوضة بش مغاربة بش الخالي تمتاعنا ايجي متجينس نديش فيه تاكاتوليت موجود استعملنا في راس العام قبل استعملنا نفس الخليط لكن بشوكولات هنا المغارفة اللي منستع نحطوه في فوق الشوكولاتة وهو يبدأ صحو بش حاطوه طوكا في الفور ومن بعد بش نخوه تريفات اللوز بش نحطها في الفراغات الموجودين وانتو ما تختاروا الفيكية اللي تحبوا عليها وتقصوها بطريقة ديكة ولا تهرشوها بالهشوار هنا بش حط كراميل كراميل زاد اسبق واني خدمت لكم الفيديو واني خطوه لكم في صندق الوصف وفي الثانية بش نحط كريمة السبيكولوز كريمة البسكويت متاعنا ولا هني عندي ارام تعفل ويروج كيف كيف بش نعبي به الفراغات الموجودين ومن بعد بش نحط فوق منهم الكريمة الزبدة اللي هي معمولة بالسكر محور وبالزبدة يتخدموا مع بعضهم الجديب الجديب اللي يطلع ومن بعد نجمو نستعملو في حشوة القاتويت لاني بش نقص القاتو متاعي ونعبي به الفراغ نجمو انتو ما في عض الجنواز ولا القاتو تستعملو باتسابلي كيف كيف تتكروا به الفراغات لاني بش نكمل قصها زدها في الواسط بش تبع لي نفس الشكل ونروس عليها لاني بش نزيد شوية فاكية انتو ما الفاكية اختيارية شنو ما تحبوا والفراغات بش نعبيهم بكريمة الزبدة ومن بعد بش نحط عليهم الشوكولاتة بش تذكر لي القالب انتاعي بتاع القاتو بريستيش اللي هني عندي شوكولاتة ذيبة بيضة بش نذكر بها الخاليط انتاعنا نجمو انتو ما تحطوا الطبقة متاع صعب لي انتو ما وش ما تحبوا وزيدها حتى في الموديل تنجمو تختاروا موديلات اخرى وفاصلات اخرى واشكال اخرى وتتبعوا نفس لي تاب حتى المكونات نجمو تغيروا فاهماش بالضرورة نفس المكونات بعد ما نحطها نعبيها بالشوكولاتة بش نحطها في ثلاجة جسد شوية لتجمد لي اكها ومن بعد ناحيها بالشوية كما تشوفوا نسيسوا على اللي مول وماذا بيكون الفراغة ذاكة في الوسط عبوه برشا بالشوكولاتة بش كتجو تنزعوها ما تهلكمش ما تبقاش فرغة من الوسط دهني واريتكم الطريقة كيفاش تنحيو منها وفي الوسط تبقى لباس عليها كما تشوفوا نسيسوا تبقى لباس عليها هنا شفتوا الاطراف الزيدة ذي كاناش منقصوها بالسكينة بش نتحصلوا على شكل مزيئي كاملوهم ثلاثة بنفس الطريقة من بعد بش نخوناك خي الدوغي بوش نزيدو شوية ماء ثم بردوية اخر يتباع معاه لكن انا نزيدو شوية ماء ولا شوية روح الوقت بوش نعمل لي كادر على حراف الكل حول تعطينا منظر يسن مزيئي وحتى النجمو قدموه دوما في القاعد الميلات في الحفلات حاجة بستيج ومزيئي كاملوهم الكل بنفس الطريقة كاملوهم الكل بنفس الطريقة انتو ما تنجمو تستعملو الكريم على البرودوية اللي تخالطه معه كما تشوفو حاول نعمل احراف الكلها بنفس الطريقة حتى الشوكولاتة تنجمو تبادلو تعملو الالوين مختلفة تنجمو تعملو الراز البلو انتو ما وشنو تحبوه في الالوين هنا بريس كاملت الاشكال الكل جس شوية فنسيان خفيفة باش تعطينا دقة للشكل وزينة كما تشوفو الهني حاطيت الكولوران البلون بتاع الشوكولاتة بصفعة شوائية باش تعطينا منظر مزين كما تشوفو شوكولاتة متاعنا تلق وحتى ما فيهاش فراغات الملد مس متاحا ياسر محلي الهني نعملو بالقفاية زادة متاع الفوشة متاعنا باش نحضو الرسمة متاعنا كما تشوفو طريقة ياسر واضحة وفي التقديم زادة محله التقديمته ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 نحن كملت القاتو بريستيجي متاعي اللي عملناه بطريقة يصير مزيينة بفكرة يصير محلي لاني بش أن قوصل لكم الشوكولاتة متاعنا و للقاتو متاعنا كي ما تشوفوا او اني تبقات الفيكة الكراميل كيف موجودة تبقات القاتو ملوتة كي ما تشوفوا المنظر يسري شهي و محلي كي نوصلتوا لهنة ما تساوش تشتركوا في قناة عائلة فاطمة و منظر و جيم للفيديو كي نعجبكم انتظروني في الفيديو قادم كما بقى ليكن في الفيديو جديد باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة